اشتركوا في القناة اصلوب المتح معناها امر يستحق المتح واستخدم له العرب ادوات محددة وهي نعمة وحبزة اما اصلوب الزم فهو امر يستحق الزم واستخدم له العرب فعلان وهما بئسة ولا حبزة مما يتكون اصلوب المتح والذم يتكون اصلوب المتح والذم كما اوضحنا من الفعل وهو حبزة او لا حبزة او نعمة او بئسة زائد الفاعل زائد المخصوص بالمتح او الذم وسنتعرف على ذلك تفصيلا اذا يتكون اصلوب المتح والذم من الفعل وهو اما نعمة او حبزة للمتح كما ذكرنا او بئسة ولا حبزة للذم والفعل ويأتي على احوال اما ان يأتي محل بأل يعني اول الف لام او مضاف الى محل بأل يعني يأتي مضاف الى اسم اخر به الف ولام او يأتي ضميرا مستترا مميزا بنكرة ضمير مستتر مميز بنكرة وسنعرف ذلك من الامثلة او يأتي الفاعل من او ما الموصولتين الرقم الثالث من اسلوب المتح هو المخصوص بالمتح او الذم وهو الاسم الذي يقصد متح او ذمه ويعرب مبتدأ مؤخر جوازا او خبر لمبتدأ محظوف وجوبا تقديره الممدوح او المزموم وسنعرف ذلك ايضا تفصيلا من خلال الامثلة التالية ما احوال فاعل المتح او الذم كما ذكرنا فاعل المتح او الذم يأتي محلى بأل من امثلة ذلك نعم القول الصدق نعرف هذه الجملة فنقول نعم فعل مواد مبني على الفتح يفيد المتح والقول فاعل مرفوع علامة رفعي الضم والصدق مبتدأ مؤخر جوازا او خبر لمبتدأ محظوف اذا نعم القول جملة فعلية في محل رفع خبر مقدم والصدق مبتدأ مؤخر جوازا او خبر لمبتدأ محظوف تقديره هو الحالة الثانية من احوال فاعل المتح او الذم ان يأتي ناكرة مضاف الى معرفة مثل نعم قول الانسان الصدق اذا كلمة قول وقعت ناكرة مضافة الى اسم اخر معرفة هو كلمة الانسان وهي فاعل للفعل نعمة الحالة الثالثة لفاعل المتح او الذم هو ما او من الموصولتين مثل نعمة ما يصود لعالم السلام كلمة ما وقعت فاعل للفعل المتح نعمة وهنا نعمة من نتعامل معه المؤمن كلمة من وقعت فاعل لفعل المتح نعمة راحز ان ما تستخدم لغير العاقل اما من تستخدم للعاقل الحالة الرابعة من احوال فاعل المتح او الذم ان يأتي ضمير مستتر مفصر بنكرة طرب تمييز مثال ذلك قولنا نعمة عملا الصدق كلمة عملا وقعت تمييز منصوب اما فاعل نعمة هو ضمير مستتر تقديره هو اي هو عملا وحب ذا تأتي للمتح مثل حب ذا الصدق حب ذا الصدق لاعراب هذا المثال نقول حب في المهد مبني على الفتح وذلك اسمه اشارة مبني في محل رفع فاعل والصدق ممتدأ مؤخر مرفوع على مطرفعه الضم والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم وللذنب نقول لا حب ذا الخيانة وهنا بعض الملوحظات لا بد ان ننتبه لها عندها عرابي اسلوب المتح والذن المخصوص بالمتح والذن نعمة او بئسة يعرب ممتدأ مؤخر يجوز تقديمه فنقول نعمة القول الصدق ونقول الصدق نعمة القول والملحوظة الثالثة انه قد يحذف الخبر المخصوص بالمتح والذن اذا علم من الكلام مثل نعمة مصير المؤمنين وبئس مصير الكفار اي نعمة مصير المؤمنين الجنة وبئس مصير الكفار النار خلاص الدرس اليوم ابناء وبناتي تعرفنا من خلاله على اسلوب المتح ومعناها امر يستحق المتح واستخدم له العرب نعمة وحب ذا اما اسلوب الذن فهو معناها امر يستحق الذن واستخدم له العرب بئس ولا حب ذا وتعرفنا كذلك أن أصطوب المتح والذن يتكون من الفعل ذائد الفاعل ذائد المخصوص بالمتح أو الذن إلى هنا أبناء وابناتنا قد وصلنا لنهاية درس اليوم شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته